اشتركوا في القناة 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 اللي عنا بين تونس وإيطاليا اللي قالوا بيش يعملوه ويحضر لالفين وسبعة وعشرين واللي نهارين التالي تعد على مجلس النواب بيش مجلس الوزراء بيش يوافق عليه قبل ما يولي مشروع قانون بوق لجارونتي بيشيرون. إذك شنو الحاجة البيهية هو اللي تنجم تصنع برشة طاقة شامسية أكثر من طاقة الاستيعاب متاعك. وزايد. ما هو أنت ما تنجمش تخزنه. تبعث لليتاليا بك الكابل إذك. وهذا ينطبق حتى على أشخاص. يعني كيف كيف زادا نفس البرانسيبا ذي. هانو بش نمشيون بعديك خلينا نفسروه بركدي خلينا نرجع تونس قاعدين نقدموا في هذا المجال ولا مازلنا بعد برشة وكان نقولوا اللي نحن قاعدين نقدموا وأكيد فما استثمارات فيما يتعلق بالمونية التحتية فما مشاريع إنتاج مبرمجة في المستقبل خاصة طانوانتي طوى كنت تحكيرينها فما استراتيجيا اليوم فما استراتيجيا وفما استراتيجيا ذيك بدأوا يعملوا فيها أما صاروا برشة مشكلة. هي الدولة حتى تلتوا معاملة باللخص يتسمى ميكس. شنون الميكس التاقي. الميكس التاقي يقول لك عنا ثلاثة من متدخلين اللي بشعطيونا هذي التاقة الشمسية عندك. آه خلينا بربنا نقولوا حاجة قبل. وهو بريفيو اللي هالانتقال التاقي فما الشمسي وفما الهوائي. الهوائي. اللي هوليان. على حكاية اللي هوليان عملوا ديزيتود وهو قدش بش نعمل. ستراك يجيو يلقى هو وين بش يتعمل اللي هوليان. يتعمل فوق الجبوليت. يا ما هو في فرنسا ماشين يحبوني نحويوه. مش حكيلك التونس. عنا عريش نحكيو على فرنسا تونس تونس. معنش برشة 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 ريح. وين نجمناكاو ريح فوق الجبوليت. في تونس أكثر يتجبوليت الفوق يبدأ تابع شكور. الميليتير. تابع الجيش. منطقة عسكاية. دوك اذا كان بشجي تعمل انستالة سواء هوليان غاديكا يزمك تاخو ترخيص من عند الجيش. ويزم الجيش يشوف شكونك انتي. ماش اللي يجير اخي مش فما استراتيجة طوى طوى كنت تحكيدي فيها سي شاكيب. مدام فما استراتيجة يعني الناس الكل تتخادم مع بعضها وفما تسهيلات نوعا ما على مستوي الاجراءة تذي. اي. انا هذك عليش يزم اكتشاليزاسيو بتاعك الدراسة هذك. اولا هذي الحكاية بتاع الهوليان والهوائي خلو اعجاء نعرفوا اللي لكثيرين بش يكون الشمس في تونس كيما قلنا عنا 3000 ساعة 1700 ساعة اما شكون اللي بشعتيهم هذو ما فما الشركة الاجنبية الكبار اللي يجيوا يعملك مشروع 100 ملياردو في جنوب الصحراء ويبدأ يخدم يبيعوا الاستيك على 20-25 سنة يخلص انديكسي على الدوفيز ويمشي على روحه هذي هو الاجزامبل مثلا شكون يتعامل بالطريقة هذي احنا في تونس صححنا على 500 ميجا حتى التو فما شركة نورفيجية يظهر لي عندها 250-350-300 ميجا شمعنيها كنقولوا 250-300 ميجا هكا كنحاولوا نبسطوا شوي اللي يسمع فينا سهلا ياسا ما فما حتى مدينة في الجنوب اللي تنجم تستوعبها دونك كلي بش شمعنيها ما تنجم تستوعبها برشة معناها برشة على اللي بتيت فيل اللي عنا في الجنوب معتا التطويين ولا حاجة هيك ما ينجموش استوعبهم دوق اللي بش يصير لذيك هو اللي بش يصير الانتاج متاحهم في الجنوب خد أسهل في الجنوب فما الأراضي موجودين وفما التكلفة متاع الأرض أقل والشمس أكثر دوقت شعبناهم غاديك في الجنوب هذوما الكبار ومنبعد يجي مستيق اتهزهم للمدن الكبار اللي بشتعلكم الرزو كامل دومانياخ جينيغال أما أكثر وحود هما المدن الكبار كيفاش تهزهم استيق تهزهم بكل هذوما متاع الكبار متاع الجراند ستاسيون تهزهم بالأوت تنسيون كلي كتبنا تبشي ترك البطول كبير ساعات ويبدأ متعدي هذيك الرزو متاع الأوت تنسيون وبيش نعطيك فكرة رو بش تهز هذوما الكل قاري حسابة في استراتيجيا أربعلاف ملياردو أربعلاف ملياردو يعني خطر استيق نس كل يعرفوها أربعلاف ملياردو شبكة توزيع أربعلاف ملياردو ينزمها أربعلاف ملياردو بش تأقلم الشبكة توزيع متاحها للاستمثمرات هذوما خلينا نذكره أربعلاف ملياردو بلغتنا معنا نحكيه وعلى أربعلاف مليون دينار بضبط اي نحكي بالمليم ما هو ليسوا اسمها بالمليم بالمليم نحكي بالمليم احنا اقتصادنا بالملي هاك أربعلاف ملياردو بالتونس التسعة وتسعة عشر دقيقة خلينا نخرجوا خلينا نخرجوا فاصل الرقم أربعلاف ملياردو يعني رقم كبير بالقدي بلقدي يعني كان نخرجوا نحنا معنا نحنا تونس نحن نحب ونمشي ولل نحب ونعملوا انتقال طاقي منشيرة ديجا على خاطر اليوم البيئة و حتى معلنا نمشي وللانتقال ولكن منشيرة أخرى بش نربحوا شوية فلوس هكا ولا نقصوا من المصاري نربحوا برشا فلوس نربحوا برشا فلوس لكن تتقول لي فهمها استثمارات ضخمة لازم تتحط قبال كل شيء مش نعديك فكرة الاستثمارات هذو ما تقريبا خلينا نخرجوا فاصل خلينا نخرجوا فاصل خطرة بارمو مش نحكيوا شوية فلوس دونك خلنخرجوا فاصل نرجو نحكيوا فلوس بالمرتاح نرجو بالضبط التسعة وعشرين دقيقة اقتصادنا بالملي حتى لعشرة امتعة الصباح ما تبعدوش نحلى راديو تسعة واحد وعشرين دقيقة مرحبا بكم مرحبا بمستمعينا مرحبا بالنس اللي تاوى تاوى كيلتا حقتوا بنا تم تسمعوا وتتفرجوا في اقتصادنا بالملي والموعد منزل متواصل مع بعضنا حتى للعشرة امتعة الصباح نحكيوا بالملي موضوعنا الانتقال الطاقي في تونس بين الحلم والحقيقة ضيفنا الخبير الاقتصادي تونس سي شاكيب بن مصطفى الانتقال الطاقي بنسبة 100% هذا غير ممكن لا في تونس لا غير تونس اذي شنوى اللي قلت لنا قبل الفاصل فما استراتيجية تقول ان احنا من هنا لـ 2030 مش نمشيوا للانتقال الطاقي ميوسي اليوم في حدود قديمة 35% في 2030 و50% في 2035 واليوم واليوم 2.7% يدخلنا اليوم اللي فما استراتيجية تتحكش اسي شيك ليه خطر استراتيجية تلانسيت في 2016 واو معناه منشرح فوالا حاجة هنا اي 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 في عيش سبعة سنين 2.7% مش نفهموا بالضبط فما استثمارات كبيرة لازم لازم تتحط قلت لنا انتي مثلا شبكة التوزيع في حد ذاتها وحدة لازم يتحط عليها 4.000 مليار رقم من جموش انت عدوا عليه مرور الكرام شون ارقام الاخرى كانت تونس حقيقة انت حب تمشي في التمشي هذيه للانتقال التاقي شو ما الاستثمارات اللي لازم تعملهم وباش يتقدروا الاستثمارات هذو ما اللي بش عملوهم مجمع اللي بش عملو الانتاج متاع الشمسي تقريبا زوز مليار دولار معناتها ستة مليار دينار اخرى تقول انتي ستة واربع مليار دولار هذو ما واحدهم ديجا عشرة مليار دولار اسكو سافولا بين كمم اباوي سافولا بين علا خاطر بش نعطي فكرة اكل منتج اللي حكينا عليه بكري نرويجي اللي جاء وعمل اول اوفر وقت اخذيها هو الوفر متاعه بش يبيع الاستيق بثمانين مليون بثمانين مليون الكيلوات ارتاكس اوكي بش نعطيك فكرة التكلفة الستيق حاليان فالسيك الكمبينيه متاعها هذيين متاع رادي صично تعصوصة و حل جول تقريبا ميتين وخمسين مليم مو عني شوية احنا اه اش مالاها ميلتين وخمسين مليم ملي ملي اسمعة في ناتاو كvemو يقول لك ش می ribTI وخمسين مليم هو كنفة الانتاج ثمانين مليم وistas ه 여기까지 ميتين وخمسين بضبط اذا هذه الفرقelim هو ليه مش كلفة الانتاج is kultur هو كنفة الانتاج يبيح الستيج بثمانين مليون تقول لي انت اي مستيج مجيها الاخرى راهو بش تستثمر بش تأكل الاربعلاف مليار ده نلقاوه رويحنا فيه تقريبا مئة وثلاثين مئة واربعين مئة وعشرين مليون اللي هو يقعد ديما براتيكمان شطر متاع التكلفة الحالية باللي السنترال اللي يستعملو هل انوستيج قادرنا تحط الفلوس هذي الكل والامكانيات هذي الكل الفلوس ما عندهاش هذي واضح اما فما برشة ناس يحبوا يمولو يحبوا يمولوها اذا كان توري اللي فما استراتيجيا كاملة افكتيف ما وفما الفين وثلاثين صحيح بش نولي خمسة وثلاثين في المياه متاع الحاجيات متاعنا اما فما كالماد هذيك اللي بشي خلينا افكتيف ما نمشيو خدك مجيش المادك الكابلة الي هز للإيطاليا شي سير انت تزيد في الطاقة تقتل انتاج الكهربائية متاعك اما انت ما تنجمش في النهار بتنجمش تستعملها الكل وفي الليل تقدم حاجتك بالضوء متاع استيج دونك الفايد هذيك بالكابلة الي يمشي لإيطاليا تنجم تبيعه للإيطاليا وهذي محتوش مشروع كبير في أوروبا مع انت في الزوتوروت بتاع الشبكة الكهربائية متاعهم محتوش تهلوتوروت هذي الناد واحدة من الجرون زاكس متاعهم دونك قطلي فهم برشة ناس اليوم موجودة وتحب تمول اليوم استيج ناس هذي شنيت شكونهم عندك الشركة متاعنا دونك الشركة متاعنا علاش مش هكيك خطر يحبونا وعن عينين نزرق توسمبل ماو على خطر كما قلت لك عنا 3000 ساعة 1700 ساعة دونك عنا طاقة متاع انتاج واحنا قراب دونك نجمو نبعثو لهم في السيف بالخص وفي الربيع واقل شوية في الخريف نجمو نبعثو لهم هالطاقة الشمسية هذية وليهم هما بشي نقصوا من نيكليير بشي نقصوا من فهم خطر عندهم بكود سانتخال الشاربان مازالوا دونك كل ماو ملوث وهذي مهيش ملوثة دونك يحبوا يمولونا بشي نعملو ذي وحاجة الاخرة هو فما حكيتك المناخ العالمي وكليماتيك يزيبنا نقصوا دونك فما برشة سناديق دولية اللي تشجع منهم البنك الدولي يشجع هالنوع من الاستثمارات هذوما هذيك علاش فمش مشكل كبير ومبعد الدولة خطر استيق اوكي بش تعطيها 4000 ملياردو كريدي شكو بش تعطيها 4000 ملياردو كريدي اللي بش تعطيها 4000 ملياردو كريدي قلعها على شرط جي الدولة وهي اذا كان انتي ما تخلصنيش الدولة اللي هي تخلص في بقعتك وهذا غاروة يعني والا اذا موضوع مشروع قانون اللي بش يتقدم هاللي متعد على مجلس اي شو يقول مشروع القانون يعطي القارنطية متاع متاع الدولة بش تاخو كريدي بش تعمل بايها متاع الميت اه دونك صيام عاملين اللي بش يمشيو في الكريدي وستيك بش تمشي تاخدوا الكريدي متاع الاربع عليف ملياردو اذا لا 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 الاربع عليف ملياردو مش كريدي واحد توزيعها كهوية اي التكلفة الجملية للاستثمار اذي قد ديك معنى تخارب عليف ملياردو الكستراميروس معنتها الاستثمارات خارجة على المشاريع متاع انتاج مشاريع الانتاج تقريبا زوز مليار دولار معنتها ستة مليار دينار بنتهم زوز عشر الاف ملياردو اللي هما برشة فلوس اما كيما قلت لك برشة فلوس اما تونس ربحة تونس ربحة بالقدي بالقدي عليش على خاطر التكلفة لستيج التكلفة بتاع الطاقة تنقص احنا راهوا بش نعطيكم فكرة هال اللي قاعدين نجيبوا فيه الغاز بتاع استيج راهوا اكثر وقاعدين نجيبوا من زير وقاعدين نخلصوا فيه بالدفيس دونك عندها امباكت على التجارة مانش نخذو فيه بليش كما يقول مانش نخذو فيه بليش مانش نخذو فيه مفاميش بليش بلحكيت دوما بالمليار دويد فمش لبليش وكل شي عنده التكلفة في الحاضر كتاخو حاجة بليش عندها التكلفة من بعض والحاجة الاخرى هو الدعم على خاطر كتنقص التكلفة على الساعة ما ننسوش اللي ضو قبليك اقول لي قدش الدعم لسبنسيون 6 مليار دينار في سنة ريانكو على الطاقة اللي هما ثلثين يعني قدت لي متاع متاع إجمال الدعم ناس كل يحكيوا على الباقيت وناس كل يحكيوا على الحليب الرسمي هو اللي ماشي للطاقة الدعم متاع الطاقة دونك اللي قاعدين ناخذ فيه مدعم المزوت اللي قاعدين ناخذ فيه مدعم والضو اللي قاعدة تفاكتر فيه استاق وحنا هبليين منها اكثريت الناس مدعم اكون اللي ترانش ما هو بغترانش يبدأ ضو الفطورة بتاع استاق الترانش لولانيين زوز لدو ترانش لولانيين خسرا فيهم ميتين فالمياه لذلك الوقت تبدأ تلقى روحها في الأخرين لذلك هي الاستيق لقى روحها سيخطو بالمستهلكين الكبار متاع المعاملات ستردك ومتفكتر ماكسيموم أو الأوت تنسيون وحي الكل تنقص شوية على المواطن اعتماد قانون أو مجلة طاقة ينجم يبدل حاجة لازمة وهل أنه لازمنا نراجعوا المنظومة القانونية وناخدوا قرارات تشمل الاستيق ولا اللي نسمعوا فيها على الشركة والنقابة مجرد أحديث وما فمش من مش قانون هاي وقتها النقابة تحكي عن النقابة متاع ستيق بيان سور اللي قلت معذها وقتها شوية في 2019 هو قانون متاع تشجيع الاستثمار اللي تعمل للواو وغيزونتال متاع 2019 اللي حلت بيب صغير متاع اللي يبدأ منتج من القطاع الخاص ويبيع إلى مستهلك للقطاع الخاص جات ستيقات انهم ستوب طويتخو بخيسي لنقابة مساك انت نموقف غادي هذي واحد ينتج نجم نفهمها واحد يستهلك نفهمك لونيتي لكل يستهلك ينتج ويبيع هذي ينتج ويبيع فما النقل والواحد لكل أورك النقل والكوميرساليزاسون هذي كمانون بولو ياما هذا البرانسيب ميم متاع العملية هذي ياما يقولك تعد علينا استيق تقولك تعد علينا مانا نجموش نلقاوه ثنية معناها عناي اللوجيك عناي اللوجيك شنية اللوجيك متاح تقولك اللي أنا عندي مسؤولية النقل متاع الضوء ونعطيهم للناس الكل في أي جبل نوصل جيني أنت الكليونيت الصحاح وتبيع لهم أنت مباشرة تقول شكون الكليونيت الصحاح شمعنيها شمعنيها هما يعني أنت المعامل اللي كنت تحكيل عليهم وهما هذوكم البلاب برانسيبال متاع استيق خلي نقول خطر اوت تنسيون ولي جراند سنترال هما الاوت تنسيون مثلا لزولة اندوسترية المعامل الكبار هذو ما فيش يتهدو هذي فيش يهدد استيق يعني شكون قادر أنه يبيع ذي الكل اللي هو التنسيون اللي كنت تحكيل عليهم إن جراند سنترال تعمرا هي ساميغا تعمدو ساميغا يا ما إن جراند سنترال بيش تكون تتابع عشكون يبدأ مستثمر خاص يبدأ مستثمر خاص يجي بجنبها من غديك ياخو عشر اكترات يبني بجنب الزونة ويبيع الزونة اندوسترية ويبيع الزونة اندوسترية بكل وهو توقع حسبك وستيك تخليل هكين الحي الشعبي ويبيع الكل اللي ما يخلصوش واللي خلصوا مضاق الحقيقة الحقيقة كي نسمعوها كي الحقيقة كي نسمعوها كي نعطيوها الحق اللي النقب اللي نتفاهمو نوعا ما لي 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 خاطر تفلسك ريت هالملف متاع الانتقال الطاقي فما عشرين مليون اختي بخنانت شو معنى عندك ديجا في الوزارة عندك اللي در عمل الطاقة عندها كيفش تراه عندك اللي دار العمل الصناعة تراه من زاوية اخرى عندك لينة مو عندها زاوية اخرى في وزارة المالية مش كيما جمعة البيجي الميزانية يراوه كيما جمعة الجيلف اللي هما يقول قدش بشعتيني بو بارلاسويت تراه في القطاع الخاص مش كيما المستثمر التونسي كيما المستثمر الاجنبي المستثمر التونسي فما بعد مش يستهلك مش كيما المصنع متاعك البانوات فوتوفولتايك كيما اللي قاعد يمبرتي فيهم وراه الكلهم سيدقغو منتان دونك الناس الكل يجيوا يتعادوا في الرجويت في التلف زي يمشيوا الواحد وكل واحد يجرب إلغيان تسامنية إليا ديزاليان دونك ما فمايش استراتيجيا سيشاكيب خاطر كي تقولي استراتيجيا يعني الناس قاعدت وتفاهمت ومشيت في في ثنية واحد فما استراتيجيا وعشرين اسكو ما زيل دا اكتشواليتي من راو قطاع اللي يتحرك فيسا 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 شمعناتها مثلا البانوات اللي عملوا اللي سنترال بتاحهم في الفين وثمانتاش واحد أكلوه لانيين البانو بتاع الفوتوفولتايك يمثل أكثر منشتر تكلفة عامة بتاع المشروع اليوم البانوات تاح في العالم التكلفة بتاح ولا وخمستاش عشرين في المياه بتاع تكلفة الإنسطلاسيون كي جي انتي تعملها في دارك يجي يقول لك بشكلف لك سبعة ملايين ولا عشر ملايين راو من بانوات 15 أو 20% تكلفة فما الانجينيري اللي معاه فما الكوب اللي بشتعدين وفما الانجينيري متاع لي بش يجيب لك هذي الكلو والإنسطلاتور اللي بش يجيو يحطو دونك سينكو كي جلوبال هذي اللي دونك كل مايحد قاعد يجيب من جهته هذيك علاش جبتلي بكري على كونكت فما المجمع المهني متاع الفوتوفولتائي في كونكت بش يعمل استشارة وطني شنيه الاستشارة الوطني الفكرة سيح لي يسر هو اللي يقول لك بش نمشي للكل جهة بش يبدأ بتونس وبعد بش يمشي جندوب ومبعد مستير جندوب بس فاقس قبل لي سيدي بوزيد ويلمى الناس الكل اللي يمود داخلين في القطاع اي سيدي شنو مشاكلكم وشنو اقتراحاتكم بش نخطوا للهام 35% في عام 2030 خدمة كبيرة قديش معنا هذا نحكي وقتش وقتش نخرج نخرج بحاجة من المشروع مهاش دي راسة متاع بولي تكنيسيان وبالمي اللي مش تتجبد واحد كل ما يفهمها خطر المشكل ما هوش بتاع التكنيك تكنيكما ريت توت لزوبسيان هدوما يوصل في 35% في عام 2030 اما المخلفات متاعهم انت 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 اش تحب تحب مثلا تسرع ووحد الكل وخرجني طوى من الواد برامش عايت لك الكبار هداكم لجانب انفستيسمن دي ريكت ترانجي ويعمل لك بالمئتين بالمئة من الواحد الكل يوصل لهم هكال 2700 اللي انت تحكيل على فما انصفور فير اليوم في طول يليا انصفور فير انكريابل وعليش مش كلام هكي كما نعرف دي ما احنا نقول لو لانيين في لا لا بش قولك عليش على خاطر صارت يوني انيسياتي في 2008 وقتا كالبروسول جي قال اللي بش عمل في دارو راهو احنا ندعمه وقتا كان عنا فلوس شوية من اتاليا زاد زاد دعمت وفون دعم ودرش نوع اعمل في دارك الفوتو فوتو فولتائي هدايا وراهو وتخلص على سبعة سنين وفما منح 25% ناس راولي فما فلوس لك ولا فما دي امبر تر ولا فما دي برو دي ولا فما دي تكنيسي ولا فما دي سو سيتي دي 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 يعني النجم ونخلقه كما انت قلت النجم تونس اليوم عنا مستثمرين وعنا فعليين وعنا نصفور فير تونس اللي نعمل علي ايش ولي موقفنا من هذك هي الرؤية السياسية هذك علش قتلك سي تونس 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 رؤية السياسية حتى انت تنجم تقول انا انا توراني غارق غارق يصفين دوك خرجني من هوني يجي المستثمر اللجنة بماهمنيش يعمن الاستثمار متاعه يعمن الواندوفيز نخلص على 20 سنين يعمل الادليل اما خرجني تونس و 25 يجيب لها الانفستيسما هذوما يجيب هم سيفغي كله ما معتا بش يجيب كل شيء من بره بش يجيب كل شيء من بره يعملوا يبتيت تنستاليسون ما فهماش امباكت على الاقتصاد التونسي على الاكو سيستام اللي قلت بك وإلا نقول نعمل على التوينس نعمل على الهندسة التونسية نعمل على الكفاءات التونسية و بشوية بشوية نخلطو لهم اكال 35% في 2003 سا بخ اصعب شوية بش تتصرف في هذا الكل مش كيما يجيوا عشرة من الناس كل واحد دسة ميجا دسة ميجا وفيت الحكاية نصح معاك خطر اللي ما ننسيوهاش وعنا خبرة تاو يما كان نعملوا السيستام يعني الإيكو سيستام مية بالمية تونس نوليو حتى النجمون صدروا الصفور في ردية بتبيعها على خطر تاو مثلا يقول لك حضرت المرة الاخرة في بلاتو يقول لك نعمل صنع تونس صنع تونس لا يوجد نسكو القادين يجبون مسين اي بي دكور دو اليوم لطو دو 45% غضوك يبدأ فاما سوك حقاني في تونس وقتها مي وليش واحد يعودوا يرجو سبعة كيما كانوا قبل خطر السبعة هاريتوهم وقت تاحتو لدروات دوان يعودوا يرجو سبعة تمانية يبدأ فاما يبدأ فاما يبدأ فاما تونس يخدموا على أفريقيا أكثر من يخدموا على تونس باسم ألماني سبعة مي يخدموا على أفريقيا بخبرة مي دي كمتنس تونسيين مية في المية دوانك عندك راو وهادي الحكاية راو ميش موجودة في أكثرية البولدين لخريت لك البولدين الكبار يلي وفو تحكين تي سعودية ولدزير روحت كل يعملو يمكن أن يكون أفريقيا يمكن أن يكون أفريقيا لتعرف الستراتيجي واضح مشكور جدا سي شاكيب بن مصفى خبير اقتصادي تونس الانتقال الطاقي في تونس بين الحلم والحقيقة هو بنتهم الزوز حتى بعد ما نكمل ممتع جدا الحوار معك سي شاكيب لكن الحقيقة أي فما استراتيجي أي انتقال طاقي أي مربح أي لكن كيفش وقتيش معاش يكون بالضبط هذا الكل مازال مطروح معناتها الحكومة عاطية أهمية كبيرة لهالموضوع وهدايا وأكيد المشكلة ماهوش تقني باش يسمع الناس وذلك نحب يسمع الناس الكل يشوف الحلول السياسية اللي توقب البلاد الحسن ممتز جدا مشكور جدا سي شاكيب بن مصطفى خبير اقتصادي تونسي وعلى اخر المستجدات الاقتصادية في لبنان لوران ديبواراب